قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن الهجوم الذي يتعرض له سكرتار عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من جانب إسرائيل يعكس محاولة مكشوفة للإرهاب والابتزاز الأخلقي والسياسي وخلال تصريحات صحفية قبل مغادرته نيويورك عائدا للقاهرة بعد مشاركته في جلسة مجلس الأمن الذي خصصت لمناقشة تطورات الوضع في غزة أكد أبو الغيط أن جوتيريش عبر خلال كلمته أمام مجلس الأمن بالأمس عن موقف أخلاقي ومبدئي سليم يتفق مع واجباته والأمانة التي يتحملها على رأس المنظمة الأممية مؤكدا أن تصريحاته جاءت معبر عن القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الذي يمثل ركيزة لعمل المؤسسة الأممية